بيبدأ الفيلم في المستقبل لما بدأت الوحوش العملاقة اللي اسمها الكايجو بالظهور في اليابان والشعب الياباني لقوا نفسهم مجبرين على بحربتهم بالقوة العسكرية والمعدات التقيلة ورغم ان البشر قدروا يهزموهم واحد ورد تاني الا ان الوحوش بتزيد قوتها في كل مرة بيظهروا فيها وبالتالي بيحتاج البشر لتطوير اسلحتهم في كل مرة واخر مرة ظهر فيها كايجو بدأ يهاجم محطاته شبكات الكهرباء الموجودة في الريف خارج المدينة واكبر السكان هناك على الخروج من بيوتهم وبدأ الجيش يتمركز داخل غابة قريبة من محطة الكهرباء وبدأ فريق من العلماء مرأبة المخلوق علشان يقدروا يعرفوا قوته وفي نفس الوقت الوحش استمر في تدمير المدينة بالكامل لكن العلماء لحظوا ان الكايجو عنده القدرة على التخفي وما حدش بيشوفه وده خلى اسلحة الليزر ما تقدرش توصله بعدها بدأ الكايجو يهاجم محطات كهرباء تانية واكتشفوا انه بيسحب الطاقة الكهربية وبيتغز عليها واتضح ان الكهرباء اللي استهلكها اداته قوة اكتر وبدأ في التدمير وتحطيم المدن والمباني وبيسولها بالارض وبعد ظهور المخلوق من حالة التخفي بدأ الجيش يضربه فورا بالصواريخ لكن اتضح ان الكايجو بيقدر يحس بالتهديد واطلق اشعة في اتجاه الصواريخ ودمرهم كلهم دفع واحدة والكايجو بقى عدواني اكتر وبدأ في تدمير كل شيء بمنتهى الغضب ومش بيسيب اي شيء يقف في طريقه وفي نفس الوقت في واحد من المتخصصين في الكايجو اسمه شينجي لاحظ ان فيه طفل لسه موجود في المنطقة اللي فيها الكايجو وقرر يروح بنفسه ينقذ الطفل وفي نفس الوقت الفريق بيجي لهم اخبار رهيبة وبيعرفوا ان فيه جسم طائر بيقرب من الارض بسرعة كبيرة وفعلا في النهاية بيصطدم بالارض وطلع انه كائن فضائي جاي من كوكب بعيد وعمل موجة صدمة كبيرة جدا وقتل تشينجي وهو بيحمي الطفل والفريق كله بيتصابوا بالصدمة من القوة التدميرية للمخلوق وبيظهر جسم فضي عملاق من وسط الغبار واسمه ألترامان والكايجو لما بيشوفه بيبدأ يهاجموا بالأشعة لكن واضح ان اسلاح الكايجو مش بيأثر في الفضاء العملاق وبدأ ألترامان يتجه ناحية الكايجو الضخم وامتص كل الطاقة اللي عنده لكن الكايجو عرف انه هيخسر المعركة وحول نفسه الشفاف مرة تانية وهرب ناحية الجبل لكن ألترامان رفع ايده في الهوى والفريق لاحظ انه بتخرج منه كمية طاقة مهولة وبدأ يوجه الطاقة ناحية الجبل وقطع نصين وفي النهاية ركز كل الطاقة على رأس الكايجو واضح عليه وانفجر الكايجو انفجار مهول يعني ألترامان قدر يضمر الجبل والكايجو مع بعض في هجوم واحد وانقذ البشر من التهديد وبعد ما لاحظ كمية الضرر اللي سببه بص بصة أخيرا ناحية شينجي وناحية الضمار اللي سببه وطار في السماء واختفى تماما من الرادارات وبعدها شينجي بيظهر فجأة سليم وشايل الطفل على ايده وانقذه لبر الامان وبعد ما رجع من الهجوم للمقر صدقته أسامي لحظة انه بدأ يتصرف بشكل مختلف وغريب وقبل ما تسألوا عن سبب تغييره بيلقوا كايجو تاني بيهاجم مدينة قريبة وبدأ السكان هناك يهربوا من بيوتهم فورا والجيش نقل الفريق لقاعدة جديدة قريبة من الهجوم وبدأ يدرسوا سبب ظهور الكايجو ويحددوا اتجاهه واتضح انه متجه مباشرة لمحطة الطاقة النووية وبيحاول يتغزى على المخلفات النووية الضارة لكن الهجوم هيتسبب في أضرار رهيبة للمنطقة إذا تم اختراق المحطة النووية وفعلا بدأ الكايجو يحفر بسرعة تحت الأرض في اتجاه المحطة واضطرت الحكومة اليابانية تستعين بالجيش الأمريكي لان عندهم قنابل مضادة للكايجو ورغم كمية القنابل اللي رموها على المخلوق إلا انها ما بتأثرش فيه ولا حتى بطقت من هجومه وبعد ما خلصت القنابل رجع الأمريكان بطيراتهم وفي نفس الوقت الجيش الياباني وكل أفكاره خلصت وما فيش أي خطة لوقف الهجوم وفي نفس الوقت خرج الكايجو من تحت الأرض وبدأ يهاجم من فوق والجيش ما فيش قدامه حل تاني غير انهم يواجهوا الوحش عن طريق كتيبة مشاه وفجأة لحظوا ان شين جي مش موجود في المكتب بتاعه واختفى وبنشوفه عمال يجري في الغابة بسرعة مهولة وبيستخدم جهاز غامض بيحولوا لعملاخ فضي لكن المرة دي بدلته ملونة باللون الأحمر وانطلق العملاخ الفضي اللي بقى اسمه هو كمان ألترامان وطار في الهوى واتجه للكايجو اللي خلاص وصل لمحطة الطاقة وعلى وشك تدميرها براسه الضخمة والحسن الحظ ان ألترامان وصل في الوقت المناسب وهاجم الوحش وضربه بقوة ورمى في الهوى لكن الوحش بيكون قوي ومش بيتأثر بالهجوم وألترامان فضل يهاجم بشراسة لكن الوحش بيهاجم بالشنور القوي بتاعه وبيبوز بدلة ألترامان وبيحاول يخترق جسمه وبيزقه على المحطة وعلى وشك تدميرهم هما الاتنين لكن ألترامان بيستجمع قوته وبيبعد ركايجه بعيد عن المحطة وبيقدر يسيطر على الوحش أخيرا ورمى بكل قوته في اتجاه الجبل ومع ذلك الهجمات مش كفاية انها تقضي على الوحش اللي بيكون في حالة غضب وفجأة الوحش أظهر وشه الحقيقي وبدأ بالزئير على الالترامان وبدأ الوحش يشحن كل طاقته وأطلق الليزر نحيته والمدهش ان الالترامان قدر يصد الأشعة وبدأ في امتصاص الطاقة من المخلوق لكن بدلته بدأ يتحول لونها من الأحمر للون الأخضر يعني بدأ يفقد قوته هو كمان لكن في اللحظة الأخيرة قرر الوحش يوقف الهجوم ويهرب لكن الالترامان قرب منه بسرعة قبل ما يقفل سلاحه ولكمه بقوة وقضى عليه ووقع الوحش على الأرض لكن الالترامان بيشيل المخلوق بسهولة وبيطر بيبعد في السماء وبيختفي مرة تانية وكل الناس عرفت ان الالترامان أنقذ الأرض مرة تانية وده معناه انه صديق للإنسانية ولما رجع الفريق للقعدة مرة تانية اتفاجئوا بظهور شنجي قدامهم وفي نفس الوقت انتشرت الأخبار في الإعلام والإنترنت عن ألترامان صديق البشر وقبل الوصول لأي إجابة بدأت أجهزة الكمبيوتر تتضمر لوحدها وتحزفت كل أبحاثهم اللي عملوها على الكايجو وبدأ الفريق باليأس والصدمة لكن فجأة بيظهر لهم كيان غامض اسمه زي راب وظهر للفريق وشرح لهم أنه فضائي ومن سكان كوكب بعيد بالضبط زي ألترامان وعاوز يقابل رئيس الوزراء شخصيا وبيندهش الفريق لأن زي راب قدر يرجع لهم كل ملفات الكمبيوتر بسهولة وأقنعهم منه في صف البشرية زي ألترامان بعدها بيبلغوا رئيس وزراء اليابان باللي حصل وقرر يقابل المخلوق الفضائي ويجتمع معاه واتضح أن زي راب عرض على رئيس الوزراء أنه يمد اليابان بتكنولوجيا متقدمة من كوكبه عندها القدرة على القضاء على الكايجو لكن بشرط أن اليابان تنفذ كل أوامره اللي يطلبها وبعد نشر المقابلة في الإعلام شينجي فهم أن الفضائي عنده خطة شريرة ومش ممكن يكون محل ثقة وطلب من صديقه يخرج من العربية ويروح يحذر باقي الفريق فورا وبيظهر الفضائي مع شينجي في العربية وبيلوم شينجي أنه عاوز يبوز خطته واتضح أنه مهمة الفضائي أنه يوقع الدول كلها في بعض من خلال مساعدة اليابان بس وده هيتسبب في حرب عالمية تالتة وفي النهاية الجنس البشري هيموته بعض بأيديهم والجنس البشري يغتفي وقال لشينجي أن البشر دول خطر جدا ومش المفروض يكونوا موجودين وقبل ما شينجي يرد الفضائي بنيمه تنويب مغناطيسي وأفقدوا الوعي وخدوا لمكان تاني سري وبنرجع لقسم الأبحاث وبدأ أعضاء الفريق يلاحظوا حاجة غريبة جدا لأنهم اكتشفوا أن ألترامان بدأ يهاجم مدن بشرية بشكل أعنف من الكايجو واضطر الجيش طبعا أنه يرد على الهجوم وراموا القنابل والصواريخ على ألترامان لكن كل الأسلحة ملهاش أي تأثير وبعد صدمتهم في ألترامان اضطرت الحكومة توافق على طلب زيراب ومضوا معاه العقد علشان يقدروا يوقفوا هجوم ألترامان قبل ما الأضرار تزيد بعدها بيظهر شينجي وهو مربوط محبوس في مكان سري وبيفوق قدام زيراب واتضح أن زيراب كان متخفي في شكل ألترامان علشان يخدع العالم ويلجأوله وبعد كده ينقذهم والأسوأ من كده أن زيراب صرب فيديو لشينجي لحظت مكان بيتحول لألترامان ونشر الفيديو على الإنترنت وشينجي دلوقتي بقى مجرم في نظر الحكومة ومطلوب للعدالة لكن اللي محدش يعرفه أن صديقته أسامي زميلة شينجي في الفريق لقيت في مكتبها رسالة فيها جهاز التحويل لألترامان واسم الجهاز بيتا كابسول وشينجي اللي بعته لها مع صديقه وصديقه قال لأسامي أنه قدر يحدد موقع شينجي لأنه ساب أثار من الحبر الفسفوري على الأرض علشان يمشوا وراها وبدأت أسامي تدور فورا على صديقها وفي نفس الوقت بتتعرض المدينة للهجوم من ألترامان المزيف مرة تانية وقدرت أسامي توصل لموقع شينجي وحررته من الكلابشات وسلمته جهاز بيتا كابسول وطلبت منه يخرج فورا ويوقف ألترامان المزيف قبل ما حد يتئذي لكن قبل ما يكملوا كلامهم بيلاءوا إيد ضخمة بتقطحم المبنى وبتخطف أسامي وبيكون ألترامان المزيف وبيرفعها في الهوى زي اللعبة والحسن الحظ إن شينجي قدر يتحول بسرعة لألترامان وبيواجه العملاق المزيف وقدر يرمي صديقته في الهوى من خلال ضرب المزيف وخدها وحطها على الأرض بشويش ورجع يحارب الفضاء المزيف ودخلوا في معركة كبيرة لكن ألترامان قدر يتفوق على الفضاء وأكبروا على الطيران في الهوى والهروب ومع ذلك ألترامان قدر يضرب الفضاء بالأشعة وهو طير في الهوى بقوة مهولة وبيوقعه فوق مبنى وبدأ المزيف يتحول لشكله الحقيقي وظهر قدام الجميع إنه زي راب لكن اتضح إنه عنده سلطات قوية جدا وأطلقها على ألترامان وشوش عليه بعدها زي راب استغل الفرصة وهرب بعيد في الهوى لكن ألترامان طار وراء وبدأ يطارد الفضاء في السماء وإدري الحقه وهاجم زي راب باستخدام سلاح الليزر لكنه كان بيرد بقوة واضطر ألترامان إنه يرمي بقرص طاقة وقطع الفضاء نصين وضمره تماما وفي نفس الوقت الناس كلها بتتفرج بزهول ومعجبين بألترامان وهو بينقذ البشرية لكن المشكلة أن الحكومة والجميع بقوا عارفين إن ألترامان هو شينجي وبدأت الحكومة تعمل حملات في كل مكان وعملوا أكمل التفتيش علشان يلاقوا شينجي بأي طريقة واللي زود الأمور سوء إن زميله في الفريق جالهم اتصال صادم إن فيه وحش في المدينة ونزل الفريق فورا للشارع ولقوا إن الوحش ده هو أسامي نفسها بشكلها ولبسها وأعضاء الفريق شكوا إن فيه حاجة غلط لأنها ماشية من غير عقل زي ما يكون معمول لها تنويم معناطيسي ومش قادرة تتعرف على زميلها في الفريق وفجأة أسامي بتضرب العمارة اللي جنبها بالكوع وبتهدها وبيرجع الناس لورا من الخوف لما لقوها بتستعد عشان تهدم مابنة تاني والناس بتسمع صوت غامض جاي من السماء وبيقول لهم إن دي مجرد عينة بسيطة وإن مش ألترامان لوحده هو اللي يقدر يتحول بعدها بيختفي الصوت وبدأت العملاقة تهد المباني لكنها فجأة بتفقد الوعي بتقع على الأرض والجيش ربطها مؤقتا علشان يمنعوها من الحركة والبحثين يقدروا يفكروا هي باقت كده إزاي وإزاي يقدروا يرجعوها لحجمع الطبيعي وقبل ما يقرروا هيعملوا إيه بالزبط بيظهر لهم راجل غامض اسمه ميفلس وقال لهم إنه فضائي وهو اللي حول أسامي لعملاقة وكشف لهم عن التكنولوجيا اللي بيستخدمها في التحويل وهي نفس التكنولوجيا اللي بيستخدمها ألترامان وبيثبت لهم كلامه بإنه بيرجع أسامي لحجمها الطبيعي مرة تانية وبتفوق أسامي وهي مش فاكرة أي شيء واتمسحت كل ذاكرتها أثناء التحويل واتضح إن الفضائي بيحاول يعمل صفقة مع البشرية وهيقدم لهم التكنولوجيا المتقدمة دي ويسلم كل الجنود في الجيش جهاز بيتا كابسول ويكون عند اليابان جيش من العمالقة لكن في المقابل ميفلس هيكون رئيس اليابان ولإن رئيس الوزراء عارف إن فيه هجمات كتير لسه هاتيجي اضطر يوافق على الصفقة لإن ما قدمهوش حل تاني بعدها ميفلس قدر يلاقي شينجي بسهولة وكشف له إنه يعرف كل شيء عنه وحكاله لحظة مكان بيتحول لعملاق فضي واتضح إن لما وصل ألترامان الفضائي لأول مرة ونزل على الأرض وعمل انفجار قوي جدا قتل شينجي بالفعل لكن العملاق قرر يصحي جسم شينجي من خلال دمج قوته مع جسمه وساب مع جهاز ألترا كابسول لكن ده كان ضد القانون واضطر كوكبهم يحبسوا ألترامان الفضائي ويعقبوه وما سمحوش ليه ينزل الأرض تاني لكن في نفس الوقت كوكبهم استفاد من التجربة وتعلموا إنهم ممكن يدمجوا قوتهم مع البشر ويسلحوا البشرية بجهاز بيتا كابسول وبناء جيش قوي لكن شينجي رفض كلامه وقال له مش هسمح لك تنجح في خطتك أبدا حتى لو اضطرت أستخدم القوة معك لكن مفلس قال له إنه خلاص فات الأوان لأن الحكومة اليابانية وفقت فعلا إن أكون رئيس اليابان وفعلا بنشوف مفلس وهو بيمضي العقود مع رئيس الوزراء وبيستلم مهمة رئاسة اليابان وفي المقابل بيطلع جهاز بيتا كابسول اللي وعد الحكومة به وبتم الصفقة لكن فجأة في إيه ضخمة بتخطف الجهاز واتضح إن ألترامان كان موجود هناك برضو ومرائب الموقف علشان يوقف الخطة وده يتسبب في غضب مفلس وتحول لشكله الحقيقي وهو عبارة عن عملاق ضخم في حجمه طول ألترامان وبدأوا في الحرب وبيبعدوا هما الاتنين عن بعض وألترامان بيرمي أقراص طاقة على الفضائي لكن ما لهاش أي تأثير وبيرد عليه بأشعة الليزر وبرضو ألترامان بيقدر يصدها بسهولة وتحولت المعركة لصالحه لكن الفضائي اضطر للقتال اليدوي وضرب ألترامان ورمى بعيد على واحد من المباني لكن ألترامان بيستعيد قوته وبيواجه الفضائي وبيضربوا أشعة الطاقة على بعض في نفس الوقت وبعد فترة الفضائي يتغلب على ألترامان لأن الطاقة اللي عنده بدأت تخلص لكن مفلس لقى عملاق تاني بيرائبهم من بعيد وبيضطر يوقف القتال فورا وقال لألترامان أنه ما كانش يقصد أنه يدمر الأرض أبدا ومستعد للعودة لكوكبه حالا وألترامان بيديله الجهاز بتاعه وسابه يختفي ويرجع لكوكبه وطبعا محدش فاهم هو عمل كده ليه وفي نفس الوقت وصل باحثين ركايجو للمنطقة علشان يساعدوا صديقهم لكنهم بيلاقوا العملاق الفضي بيتلاشة وبيختفي هو كمان وما بيسبش أي أثر واتضح أن ألترامان قرر يرجع للمكان اللي تقتل فيه شينجي وبيفكر في الاندماج مع الجسم البشري بشكل كامل وهناك بيظهر فضائي تاني اسمه زوفي من نفس كوكب ألترامان وكشف له أنه هو اللي أمر مفلس بوقف القتال والعودة للكوكب لأنه خرق القانون لكن يا فرحة ما تمت لأن زوفي هو كمان بيخطط لإبادة الإنسانية من على الأرض من خلال سلاح قوي اسمه زيتون وشايف أن استخدام البشر لبيتا كابسول والقدرة على الاندماج يعتبر تهديد خطير لكوكبهم وطبعا ألترامان بيرفض خطته وقال له أن البشر ممكن يكونوا أقوية لكن في الخير لأن البشر طيبين واتضح أن ألترامان اتأثر بتضحية شينجي وهو بينقذ الطفل الصغير وقال لزوفي أنه هيوقفوا بنفسه مهما كلفوا الأمر حتى لو اضطر يضحب حياته وفي نفس الوقت بنشوف سلاح زيتون الغامض طاير في الجو وبدأ في الانقسام وتحول لروبط عملاق طاير في الجو ومن حجمه الضخم قدر كل البشر على الأرض يشوفوه بسهولة لكنهم ما يعرفوش أن السلاح جاي يقضى عليهم ورجع شينجي بسرعة للبحثين وشرح لهم أن السلاح زيتون قوي جدا ويقدر يقضى على النظام الشمسي والمجرب أكملها ومش هينفع معايا لا سلاح ناوي ولا زري ولا أي سلاح بشري وشينجي بيسيب لهم فلاشة غمضة على المكتب وبيمشي وبدأ يتحول لألترامان وبيطير مباشرة ناحية الروبط الضخم وفي النهاية وصل للروبط وأطلق كل اللي عنده من الطاقة ورمى أقراص طاقة كتير على الروبط لكن الروبط انتأم منه فورا وأطلق عليه قراط طاقة بكميات كبيرة جدا ورمى على الأرض وبينزل ألترامان بسرعة مهولة للأرض لكنه بيكون تحول لشكله البشري قبل ما يقع مباشرة في المحيط والحسن الحظ أنه خرج من المياه لكن حالته كانت حارجة جدا ودخل العناية المركزة ورئيس الوزراء عرف بخبر فشل ألترامان وعرف أن البشر مفيش قدامهم شيء يعملوه ومفيش قدامهم غير الاستسلام لمصرهم وفعلا بدأ الروبط في شحن كل طاقته وبدأت الخطة في تدمير الأرض وفي نفس الوقت زمايل شينجي فتحوا الفلاشة وبدأوا يدوروا في الملفات اللي عليها وبيلاقوا ملف مكتوب فيه معادلات رياضية مهمة وفهموا أن ده أكيد هيساعدهم في صنع سلاحهم بنفسهم ولازم هم اللي يساعدوا نفسهم ويضمروا عدوهم لكن القتال مع الروبط هينتج عنه تدمير رهيب ما يعرفوش حدوده وجات لهم فكرة أنهم يستخدموا المعادلات دي لفتح بوابة في الفضاء ونقل الروبط لبعد منفصل عن الأرض وفي نفس الوقت بيفوق شينجي وبيبلغوا بخطتهم لكنه قال لهم أن المعادلة هتكون نقصة لأنهم محتاجين ألترامان علشان يفتح البوابة وفي نفس الوقت هتكون مخطرة كبيرة جدا لأن ألترامان ممكن يدخل البوابة ويضيع في البعد الثاني مع الفضاء لكن شينجي قال لهم مش مهم لو ضحب حياته لأن البشر يستحقوا أكتر من حياته وفعلا بيخرج برة وبيودع صديقته وبيتحول لألترامان ولما بيقرب من الروبط بيفتح بسرعة البوابة المتصلة بالبعد الآخر وبيطير مباشرة للروبوت زيتون وبيختار الجسمه من غير خوف وبيدخلوا هما الاتنين في ثقب اسود وألترامان بيحاول يطير بعيد عن المركز لكن للأسف طاقته بدأت تخلص والثقب الاسود بيسحبه للداخل وبيخرج من عالم البشر لكنه ترك الأرض في أمان وزميله في الفريق بصوا للسماء وزعلنين على فراء صديقهم لكنهم ما يعرفوش أن ألترامان نجى بالفعل لأن زوفي أنقذه في آخر لحظة لأنه تعلم من ألترامان معنى التضحية لتعلمها هو كمان من البشر وأن البشر يستحقوا الأفضل لكن المدهش أن ألترامان طلب من زوفي أنه مايرجعش الكوكبه ويسمح له يعيش على الأرض مع البشر في جسم شينجي وفعلا بيفوق شينجي وسط زميله وكلهم فرحانين برجوعه ودي نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة